هو سؤال مهم جدا حول المناعة الزين قوية عند الست الحامل بداية اللازم نبقى عارفين انه اول ثلاث شهور هم اهم ثلاث شهور للحامل لان بيتكون فيهم الجنين وبالتالي حاسب من الادوية جدا 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 لو المعلومة ده وصلت للناس ان ده معظم اللي بيخلفوا لقدر الله عيال مشوهة فيها مشاكل من التشوه الجنيني بتبقى عشان خدت الام ادوية غلط في اول ثلاث شهور دي نمرة واحد اتنين لازم نعرف انه اصلا الاستعداد للحامل بيبقى منه الست بنت لانه لو في نقص في الحديد عشان نعدله بناخد ثلاث شهور فيبقى الست قبل ما تحمل مفترض يكون فيه دكتور بيتابعها وده اللي خلانا نقول انه دايما المسافة بين ولادة ولادة تبقى كلت سنين لو ام عايزة فعلا ما تتقصرش بالحامل وما تبقاش ضعيفة تخلي ثلاث سنين بين كل ولادة ولادة ده اللي منظمة الصحة العالمية بتوصبين الحاجة التانية طبعا المهمة جدا 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 بعد البعد عن الادواء الملهاش لازمة هو النظام الغذائي اللي اتقطر فيه من الحديد اللي اتقطر فيه من الكالسيوم وقلنا منتجات الحديد موجودة في ايه والكالسيوم موجودة في ايه موجودة في اللبن موجودة في الزبادي موجودة في البيض موجودة في كل منتجات الالبان موجودة في الالبان موجودة في الالبان